إزاي نشأت قصة الحب اللي بينك وبين زوجتك مهندسة الديكور الأستاذة نورين مهر نعزان معنا صورة يا أحمد ها نورين صديقتي قبل ما نرتبط بثمان سنين أنا كنت خريج أدب مسرح وكنت كل سنة بروح كنت شايف إن فيه دور كده إنساني لازم أعمله كان ناقصنا في أدب مسرح كان دايما في المعهد اللي بيتخرج بيروح يتطمن على الطلبة وتلاقي في مسرح الجامعة اللي بيتخرج بيروح يتطمن على الفرقة بتاعت المسرح بتاعته ده ما كانش موجود عندنا في أدب مسرح فأنا حبيت إن أنا أرسخ الفكرة دي عندنا فقعدت على مدار سبع سنين بعد التخرج لازم كل سنة أروح للطلبة اللي داخلين جداد وأشتغل معاهم وأدربهم وأعلمهم إن أنتوا لازم لما ربنا يكرمكم وتتخرجوا تيجوا تتطمنوا على أخواتك الصغارين كنت شايف إن ده دور لازم أعمله للقسم بتاعي على الأقل فكانت نورين في سنة أولى وتعرفت عليها وأنا بدربها تمثيل لا كانت بتطقني ولا كنت بتطقها بجد يعني ما لإيه إلا حصل كانت هي طول الوقت بتحاول تستفزني وأنا طول الوقت شايفها إنفة والمصرح هيكفين طبعا المصرح ده مرمطة بنجيب لبس تمرين وبيننام على الأرض وبنتطرب ودي خايفة على شعرها وخايفة على ضوافرها فكان فيه طول الوقت نكش كده ما بينه اه دي صورة فرح واللي مين اللي اعترف فيكو اللي تاني الأول بالحب انت ولا هي اه أنا اللي اعترفت لها وأنا بزعق لها ايه لما تسمع الكلام ده هتضحك جدا فبعد عادنا سبع سنين بنتقابل صدف نتكلم على السوشيال ميديا على الفيسبوك في عيد ميلادها في عيد ميلادي كده يعني إيه لأن اتقابلنا بعد ست سبع سنين وعادنا مع بعض كده وعادنا تكلمنا اكتشفت إنسانة تانية خالص أنا قمت من القعدة دي وأنا مدرك إن أنا وهي أنا ارتبط وهنتجوز آه رب طريق لقلبك ايه آه الحنية يعني أنا حب اللي قدامي يبقى حنين علي ومخلص لي الحنية والإخلاص دول ممكن تاخد بيهم رقبتي انت فعلا قبل تصوير قديت الباسورد وبيع تليفونك لمرتك اوه مراتي معاكل الباسورد التالي وفي حد يبيع من كده اليوم عنده أنا ما عندي واحد يا خبيه يا دكتر أنا خلاص يعني خلاص تجوزنا وخلفنا خلاص شكوزت أنا بابا دلوقتي فأنا من البيت للتصوير يعني مفيش أي خناقات بإيكم على الغيرة يعني آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ لأ مش خناقات بيبقى كلام من بعيد لبعيد كده هي مبتعترفش إنها بضغير بس هي بتغير طبعا فانا بحاول أستفزها لغاية ما تعترف ممكن تاخد رأيها بشغلك؟ ده أكيد على فكرة نورين رأيها مهمة جدا بالنسبة لي خاصة نورين درسة فبيبقى عندها وجهة نظر فنية تحترم وبتبقى صح دايما على فكرة ايه أفتر أعمالك انت هي بتحبها؟ هي بتحب شبر مايا جدا وبتحب ليه ليلينة 80 برضه بتحبهم جدا هما الاتنين